حذرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية من نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن الإجراءات أو التدابير الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة أو التحريض على عدم اتباعها أو السخرية منها وتهيب نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بأفراد المجتمع وروادي ومستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتحلوا بالمسؤولية والحس الوطني عند تداول أي أخبار متعلقة بجائحة كوفيد-19 وبضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ودعم جهود الدولة والجهات المعنية حتى تبلغ الدولة بإذن الله مرحلة التعافي التم موسيقى